السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أربعة البيضات بدرجة حرارة المطبخ كان عاليا نهرس بيضة بيضة ولكن يلا مهم البيض قبيل حيته ودرتوف هنا كي لا يبقى لا يبقى يجمع القديس كارغلاسي نضرب السكارغلاسي مع البيض مع بعض البيضات مع قصة الملحة قوام السكارغلاسي قوام البيض السكارغلاسي أو كريمي زربت الفيديو نضرب واحدة جوج ثلاثة اربعة خمسة خمسة المعالق بدرجة الحرارة المطبخ الزيت نضرب جوج ثلاثة اربعة صافي المعالق خمسة الحليب خمسة 8 4 خمسة نضرب الحليب مع الزيت نضرب الزيت نضرب 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 طحين ونضرب الخمسة نضرب الزيت نضرب 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 ينحب ان تكون محباً و ينحب أن يتم تلك البيض ينحب أن تكون محباً أو كريم ينحب أن ينحب ينحب أن ينحب سنحب الوضع و أحب أن ينحب أن ينحب لنرى كيف ينحب كما كان قوله دائما كين البيض اللي كين الاندقيق اللي كي يشرب كما كان هادي قاعدة عند كل شي هادي الكاس كيهز العبار دي الكاس العنبة صافي الخالد ديالي انا شدي سادي القرص هذا ولبس ليه الالمينيوم واحتسوا وسط هادي اللاطا هادي وان عمر في الخالد ديالي كامل كيك هادي الكاميرا دبرا كنحيدها من البول باش نكون نكوبها كاملة ها ايا انحيدها من البول طبعا انا مسلا بغي نخلي التحجف الماء ان كي ما جتلكم ديك الاخطرة صافي الفران راني الله طيب فيه الخبز ساق سخون سخون بزف يعني هنحطه في الفران ساخن مسبقا دقيق تقريبا كاس انس قريبا او النص الشطلية او صافي تعودت لها ديال القطعة ماشي مشكل نعم في المونتاج شوية لك انو شحامي فيديو كي يجي صعيب انك تمنطي خصوصا لك انو كي تشابهو ادشير اللي كي يجي صعيب انو كي يجي صعيب انو كي تشابهو سوف نصوب معكم احد الكريمة كاس ديال الحليب بارد كريم شونتي ديال شكولات باش ما نحتاش ندير اللي اللي شكولات اللي والو غاضين نطربو نطلعو المهم تيوي اللي كريم يعانتو ما تبعو معايا باش توفو كيفاش غايجي بالاخر هاد الكريمة شونتي رهزوينا كتهنيك كتصدق زوينا هايا طلعت اعنتو ما راه قربت لكم باش تشوفو كيفاش كتجي انا تتعجبني صراحة من السمك ما تحتجي تدير اللي نسمة لتشي حاجة صافي دا بغا نمشي المونطي الحلوة ديالي الحلوة ديالي هي الطابط هنشوفو كيفاش غاندير المونطيها ما عنديش هادك اللي كيديرو فيها هي هادي هانتو ما قطعتها على جور صافي حيث ما نقطاش نقطع على ثلاثة هادا ما كفاهاش ليا نقصني هادي 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 ستسقى مزيان لأنها تجي ناشفة انتم ذاك الكاز جلحي بكله هنسقيها به حيث هي السر ديالها أنها تسقى مزيان هندير عليها الكريم اللي سايبت معكم معي هندير كمية الجزيل وضعون هذا راح تحت زيتار لا تحرقت ستفرش لها الاليمينيو نحاول ندره بشوية ونورك عليه مزيان مزيان عندي لها الحليب كامل ما نخلي فيه غواله نقوم بشرب كبري تشرب ونضع الكريمة كاملة لدي هدى مزيان نضعه في تلاجة ونضع لي سأجد الكريمة ساعة نحاول ندره الكريمة كاملة اجناب كل شيء اجناب كل شيء ولكن سوف نزيد سوف نجرب ذلك من زواقة سوف نجرب ذلك سوف نجرب ذلك هذه زواقة والحلوة منتج ذلك بيته في تلاجة ليلة كاملة الغبط في الصباح سوف نقطع معكم طرف سوف نجرب جزوينة وخفيفة ورخيصة لا مكلفة تستطيع أن تكون لدينا 20 درهم إذا حسبتوها مزيان وإلى فيديو القديم إن شاء الله بحول قواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على المشاهدة والمشاركة كنتمنا بالله أعجلها في الميزان الحسنة لديكم إن شاء الله المهم الفيديو ديالي هو هذا كنتمنا نكون خفيفة ضريفة عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة